بانجور صباح الخير عليكم مشالله كامل تكونوا بخير وكامل مهنيين وانتم ما تشوفوا في هاد الفيديو مرحبا بكم فلاشان تعنا اليوم دو فالون جبت لكم اليوم فيديو جديد كما راكم تشوفو هنا نط صباح ما نط شبك الي كان فاتني الحل نطني الجليل شغلي بديت بلا سبيغاتر اول حاجة بو دوزنة الغضاء ومبعد ترت لسبيغاتر بارك هنا يا بديت لكم بالفرج كما شفتو حلفت على الاتدولي هادي اليوم قلت اليوم نقيها باشكو كانت تغبرت وتانيك شوية مطاشية كانت مطاشية شوية بالحلي بتاع اليدي دونك بديت نقي فيها بالاسبيغاتر اسبيغاتر كامل البوسيغ اللي فيها الاسبيغاتر بزاف يعمونكم شو طول عندكم هكذا اللي كابتوني راح يسهل عليكم بزاف بيش نحيو هديك البوسيغ ومبعد جبت هاد الو ديتاشون تع فورس اكس بخيس بزاف هاي التانيك واللغر من حالية لغبينا كتوصف الحوايج هكذا في الصالان لاتة الدولي بسكن عندكم هكذا انتاش حطوه بشيتيو شوية جس فوق الاتاش هاديك وخليه واحد سا مينوت ومبعد باش تمسحوه هنا يجبت انتخشون شمقتو مليح واصرتو ومبعد جيت نحوك به هادو كل اتاش وتانيك شغل نحيو هادك السابون ونعاود نشلل هادك التخشون ونعاود نفس العملية حتى يروح كامل هادك السابون ويتنقى ليفو علا شوفوا هنا كيفاش طلع يشعل هادك الليو ديتاشون البلاث متعدد لاستعمالات وينحيلكم لغبينا كيما انا بزاف ساعدني ندير فهليتاش في الفوتاي فلاتة الدولي من فوق الفراج من دكي تقية الولادي ونكون غير كيما بدلت الاضغة ندير جسد شوية ونمسحوه هادا مكان اه تروح لي هادك الليو عطاش تعال قيا حاشاكم سينو باختو 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 من عندكم الليو عطاش تقدروا تستعمله رح يعمون رحانه اهندسي الخيوز لايمد الحاجة كثيروه باختو باختو بخبغ وورة تبدو وقط penis وايح وجinga there'st partner وهنا بددت اوني وبفرشد هادو الكوورووووووووووووووووو Learn brings home with aFR هادل الكوورووووووووووووووووووووووووووووووووو24 وفي الأول مكانت اباجته فرشتا وهو فرشتاو كبنة الجمهورَ اه تاني اوه اه مثلي ا 아닌 بعض الحمب ان رمضت م Indigenous سياق الطابل دوني و الكوافز هذا ما كان و بعد جيت ندر الغضاء جيت ندر الثلاث اللي حبيت نبرتجي معكم الوصفة حبيت نشارك معكم طريقة تاعة كيفاش نديرو كل واحد كيفاش يديرو انا نديرو طريقة سهلة كامل هنا يحطيت الزيت ومن ذاك نحط سمن هنا ما كاشان دي سمن ما حطيتش حبيت عبصل كبيرة وزو سنينة تعتم و بعد زيت الجش تاعي كما راكم تشوفو و بعد زيت الحميسة تاني بالنسبة لي زي بيس عندنا الفلفل الكحل و شوية البابريكا و شوية راس الحانو راس الحانو تقدروا ما تديرو شما فانديرو غرب الفلفل الكحل و بابريكا المهم والملح بيانسور و بعد حتيتهم يتقلوا فوق النار حتيت قلالي البصل و يدوب حتى نزيت حبا طماطيش كنت قشرتها و ميكسيتها بالميكسر هذا ما كان هنا يقريب نسيت الملح غاز ما انت فكرته هنا و ملحت و بعد كما قلت لكم نقلي قبل ما نحط الطماطيش مع البصل حتى نقلي شوية باش نحط هاديك الطماطيش كما قلت لكم حبة تاع الطماطيش تكون كبيرة هنا كما كنت تشوفو بعد ندبال البصل باش و اللي تنزيت طماطيش هنا كنت تحسب اليراني في الميكسر و بعد ما لقيتش هاداك المقطع ما فهمتش كيف شرح ليه المهم بعد ما قلت ملح مرقت بالمسخون و زيت فلفل حار هادي و غطيت و خليتها الطيب و من جي ها جيت ندرت اللي تلتاعي حتيت هنا هي نصباكي هاد الباكي تاع 5 سنس ما نحتاج 250 حتى كنا انا 2 برسان حتيتو شوية تعزيت كما قم تشوفو و بعد حتيتو يفور للمرة الاولى هنا بعد ما فارلي الفورة الاولى خليتو فار شوية بزيادة بس كنت معاولا يدي المهم خليتو يبرد فرقتو و خليتو يبرد هكذا حركتو شوية بشي برد هنا بعد ما برد شمختو بلاصوس بين شو كنت صفيتها و خلطت ملح و بعد ما زال شوية مخصوص زيتو له شوية تعال عصص و كما قم تشوفو هنا ايه ما زيت صفيتها بس كيرا شوية خلطتو ملح حتى شرب لي هاديك العصص و عاود ترجعتو افور للمرة التانية ثانية ثانية هاة احتراب الحصوص هنا الخضراء ما نحبوها حتى تغير زروا ديابر كهذا مكان باش يستطلق ليلة في هذه المهمة و بعد هاة ثانية قمت بتجمع صفيت هذه الأصوص وضعت قليلا على زبدة حوالي قريب مرفة كبيرة يعني مرفة كبيرة و هنا بعد ما نرى تجمع جميع ابنين كما رأيكم ترون جهائل جربو بها الطريقة سيجربو بها الطريقة و شوفو على البالي راح يعجبكم جميع ابنين بصحدنا و شاهدتكم في الجنة و دو كان جيو للسالون الفوتاي تاني كان في حالة فيه شوية هكذا و تاني كان شوية مغبر على بلكم تفتو فو كامل شغطو كيناكلو دفاف في السالون شغطو هادا الفوتاي الكبير كان منتاشي في حالة درتلو هاد تيتاشان كي ماراكم تشوفو خليتو حد ال سمينة هكذا ابخي جيت نمسحو شمخت للشيفون و بقيت نحكت خبية حتى يروحو هدو 3 حتى نشوفو بلاي راحو و نعاود ثاني كنشد لهذا الشيفون و نعاود نمسح حتى يروح للصابون هادي هي الطريقة كي تنتوية يعني اسهل الطريقة اللي شفتها كي تنتوية الفوتاي و بعد نمسح هذا مكان يعني سهلة و يخرج يعني الفوتاي يطلع يشعل اذا عندكم ديتاش في الفوتاي او حصلتوا كيف اشتناقب الفوتاي نقول لكم اشعروا هاد الهو ديتاشان و لا تندموش عليه السعر تاعون نظر خمسين و خمسة و خمسة و خمسة والله ما شفيت على البخي تاعومي او ببخي البخي مايفوت 60 الف هادي هي هنالفوتاي تاعي كي ما كم تشوفو ما زال مشمخ خليتوا نشوفو احده سينو مندك ننفوت عليه بالساشواخ ينشفلي شوق بلاس هادا ما كان هنالحببباتي ما كمتش نصور معكم حتى الكامل بسكو وليدي ما خلانيش او ببعد علي شوية يبدأ يبكي و كي نصور نحبو نكون براحة يعني ماشين نصور ووليدي بكيش نستريسة و نتقلق ولي ما بايف شاني نخدم المهم هنالبنت بعد ما كملت غسلت الماء عنو تشين أو كامل جيت ندير سالة دو فخي كان عندي شوية العفخز بقتلي و شوية البانان قطات البانانتاي و قطات العفخز ديالي كما شفتو هنال اه اه وجتها و وش نحط لها نحط لها نحط لها شوية على السيدخون ميندك نحط لها شوية على المزهر كي بثاف بنينة المزهر مع العفخز واحد لوغو اشحال يعجبني نموت عليها بال بالزهر بس حما كاش عندي المزهر حتى شوية على السيدخون كي ما راكم تشوفو تانيك جيتها بالبنينة و محليتها بثاف بسكو ديالبانان حلو ومام الفرز ماشي قرصة بثاف حتى تغير زوج معرفة على السكر هذا ما كان وعلى خلطها مليح ونزيد لها شلم نحب نخليها تطلق هي المتاحة اه غطيتها وخليتها تطلق المتاحة و روح ديغا كتامو نضرف فيها تدويش الله الله بسكو تديرت المحاجب كندير المحاجب لازمني ديغتهم وموراهم ندير تدويش الله من حمل شراحي مع الزيت وكامل الله لكم تعرفوا احنا احبت نضلكم على هادلو شامبوان تعالي دغما ببتي بخي سانسو الفاتي هبل بسكو يعني دايره في لغ في شعري دارتو سابون دوكاره قريب يروح لي بزاف اللي قالو اللي اعطينا رايك فيه هو نفس يعني الخدمات على بروتيين كيف كيف يعني يعني انليساج كيمال بروتيين كيمال شفتهم لام رجولتا وتاني حبيت نوليهكم الحاجة بسكو بزاف اللي ما يتولو العاش هي الفيلر وولا البخوتيين ماشي كوي والشعر كنت خاغ يديرو لا شوت تاع الشعر بسكو جربتهم في زوج ولي ماخ الملاح يعني البخوتيين لكاليتي مليحة والفيلر هذا كفيلر برو ماكس والبخوتي كان شعري قصير كيدرت الفيلر سقام لي 600 الف بالصح نهار درت في عرسيلة كانت تشفوا البخوتيين سقام لي مليون ونص بسكو شعري كان طويل سينو المعلومة اللي حبيت نعطيها لكم انو البخوتيين متقويش شعر كنت خاغ يديرو لا شوت نعم الفيلر يديرو لا شوت شعري راني في معانات مع التساقط ماي ينحيلكم لغبينا اه اه ااو لا نجد انت نشفوه برك بسيشواء سيبقى شعركم ليس ويشد لكم اهه بالنسبة لين درت الفيلر درتوه عند سالون ايجراكا بوغل والي جاي في بورمل في جيجل هذا ما كان هنا تانك حبيت نهضلكم على هاد الاككريم يضغطون تعضوف يجب أن تشغل هذه الهيلة ريحة عضاف هذا هو سابون عضاف ومرة رطبت الكوخ تعيب هذا الكرام كيف تشغل ريحة عضاف ريحة عضاف سمحوا الولادي كان يبكي أخبركم الكثير من الهيلة التي تلاقيت بها غير شريوها لأنكم تشغل ريحة عضاف وهنا قبل ما نركض لازم نشرب انتزان هنا نشرب في تاسان تيفي هاديات عالكولون كثير من الهيلة لا تلحق 50 ألف 48 ألف ولكن لديها فغماسة كثير من الهيلة لا يمكن أن تأكلوا شيئا تقيلة ولا تشعروا خفاف بعدما تشربوها لأنكم تخرج لازم كثير من الهيلة يجب أن نشرب تاسان تائق وماشي دائما بسكو تاسان ماشي ملاح وهذا الشيء نفعله بعدما يرقضوا الهيلة لأنك يكون فاطن مستحيل أني نقعد ونشرب تاسان على غرضي فهلا حبيبتي هكذا نكونوا لحقنا على الفيديو واجأس بخير تكون عجبتكم واجأس بخير من كنت تتقيل عليكم إذا عجبتكم دعوا ليجام وكومنتي اخشباب وهكذا نقول لكم بقوا الاخير إلى بخشن فيديو ان شاء الله باي